السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب كل سلام حضراتكم طيبين النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة حلوة اوي من اكلات العيد ناس كتيرة او بتحب تفطر منها اول يوم العيد او تاني يوم العيد هنعمل مع بعض الكبدة بس انا بقى النهاردة هعمل معاكم الكبدة المستوردة هقلب الكبدة المستوردة الكبدة بلدي والله العظيم مش هتعرف تفرقيها ابدا عن الكبدة البلدي هتبقى نفس الشكل والطعم واللون والريحة بازن الله مش هتعرف تفرقيها ابدا ابدا بشوية حاجات بسيطة جدا يلا بينا نصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف اعملنا ايه اول حاجة طبعا جبت قطعة الكبدة زي ما انت شايفها كده ورحت جاي وقطعوها مقعبات ولازم الكبدة تكون متجمدة يعني ماينفعش تكون فكة وبعد كد قطعيها لا وهي متجمدة هتقطعيها مقعبات وبعد كده هنضيف عليها المكون السحري اللي هيغير شكل الكبدة تماما ويخليها من كبدة مستوردة الكبدة بلدي حطيت اربع معالق دقيق تمام بالمعلقة الكبيرة وبعد كده فضلت ادعك فيها كويس جدا كده وبعد كده حطيتها تحت عين الحرفية وفضلت اخسل فيها كزا مرة وبعد كده حطيتها في المصفة زي ما انت شايفة كدت الصفة معانا تماما من اي مية كل موجودة فيها شايفة شكلها باسم الله ما شاء الله زيها زي الكبدة البلدي بالزبط بتفرشي عنها اي حاجة هسيبها بعد الصفة وتعالي نشوف الخطوة اللي بعد كده جبت الطاصة حطيتها عنار عالية وبعد كده حطيت فيها شوي زيت ممكن تحطي سمنة عادي خالص زي ما انت حابة وبعد كده لما زيت سخن معي روحت جاية نازل عليها على طور بالكبدة هفضل بقى اقلب فيها بلا مش عايزة الكبدة بتاعت تنزل مية خالص لازم تخليها عالية كده وتفضل تقلبي فيها تقلب مستمر بتشوحيها على النار يعني يا دوبك هي اخدت معي نص سوى مش سوى كامل تمام وانا بقلب فيها كده بشوحها على النار بالشكل ده بعد كده بقى هكون مجهزة معي بقى بصلايا كبيرة مقطعها شرايح وكمان معنا البهارات بتاعتنا حطيت من كل حاجة معلقة صغيرة حطيت معلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة صغيرة كمون ومعلقة صغيرة كسبرة ومعلقة صغيرة جنزبيل تمام وكمان هاجب برضو الملح حطيت برضو معلقة كبيرة ملح بقى وبعد كده بقى قلت كل الكلام ده كده على بعضه فضلت اقلب فيهم شوية كده مع بعض على نار عالية زي ما قلتلك هنا بقى جبت معلقة كبيرة توم وروحت جاي حطيتها كده في قلب الكبدة كده في النص كده عشان تشوحها على طول معي يا دوبك بس اطلع ريحة انا مش عايزة الايه التوم ياخد معي لون ولا اي حاجة لأ يا دوبك بس يطلع ريحة بتاعته وهقلب فيه بالشكل ده تمام زي الفل كده بعد كده بقى هجيب الخضار بتاعي فلفل الوان او او فلفل اخضر او اي نوع فلفل انا بقى كان موجودة عندي الفلفل الوان رحت جاي بقى قطعه بالشكل ده شا رايح كده وروحت جاي حطيه على الكبدة وشوحت بقى كل الكلام ده كده مع بعضه بعد كده بقى هضيف على الكبدة مع لقتين من السياسوس وممكن تستغنى عنهم بس بصراحة السياسوس مدي طعم حلو قوي للكبدة وكمان مديها ريحة حلو قوي قلبتها بالشكل ده زي ما قلتلك كل ده على نار عالية او اتهد النار خالص عشان الكبدة ما تنزلش مياه كل ده على نار عالية وادي فيها كده على طول تمام هفضل اقلب فيها كده لغاية الخضار بتاعنا لما يدبل بالشكل الجميل ده زي ما انت شايفه كده خلاص جاهزة معينا نطف عليها وتعالي نشوف الخطوة اللي بعد كده هنا بقى انا جبت ربع كيلو طرب الترب ده بيبقى موجود عند الجزار او بتوع الكوارع والله والمنبار والكلام ده كله انا جايبها ربع كيلو تمام انت هتروح تقول له عايزة على قد الحجم اللي انت عايزة فانا جبت ربع كيلو عشان طبعا انا جايبها كيلو كبدة وروحت جاي غسلاء كويس جدا بالمية كده احت الحنفية وحطيته في المصفى الصفة وبعد كده فردت في الطبق زي ما انتوا شايفين كده وحطيت في قلب الكبدة وبدأت بقى اقفله بالخلة كده بالشكل ده وتبقى عاملها كده ايه تقفلها كويس زي شكل السر كده تمام عشان الكبدة هتقعش منها ولا اي حاجة اهو بالخلة كده اقفلها كويس كل ده هيطلع معانا بعد التسوية عادي خلص تمام زي الفل كده خلاص تعالي بنا بتعلي بقى نشوف ايه هنسويها ازاي جبت بقى الصينية حطيت نصها مية كده بالشكل ده تمام تعال نروح على الفرن ونشوف هنعمل ايه جبت بقى الصينية حطيتها في ارضية الفرن زي ما انت شايفة كده وحطيت السر بتاعتنا فوق الصينية على طوي يعني ما تيجي تحط الصينية في الفرن جيب صينية اكبر من الطرب اللي احنا حطينه زي ما انت شايفة كده السر بتاعتنا تبقى اقل من الصينية عشان ما تبهدرش الدنيا في الفرن والكلام ده كله طبعا المية لما بتغلي وبتسخن بتطلع بخار بتخلي الطرب معاك يسيح كده وبقى طعمه حلوة قوي وكمان بينزل ايه الدهون بتاعته وبيحمره يبقى شكله طحفة ولا اروح من كده هنا بقى طبعا زعلتي جدا جدا بعد بقى ما استوى الطرب معانا كان نفسي اوريكي وانا بقطعه كده وبفتح الطرب بتاعنا كان شكله طحفة طحفة وعمل زي السر كده وماشاء الله عليه متحمر وكان لازيز جدا جدا بس كنت مشغلة الكاميرا وفاكرة نفسي لانا مشغلة الكاميرا وبصور وبقطع كده بالمقص وبفتحها ومش عارفة ايه والله زعلتي جدا المقطع ده تحزف كان شكلها طحفة طحفة طبعا فتحتها زي ما انت شايفها كده والكبت بقى بتاعتنا بص شكلها جميل والطرب بقى كان ماشاء الله عليه محمر كده وشكله لزيز لزيز انا طبعا سبتها في الفرن المدة ساعة الا ربعة تمام ساعة الا ربعة وبعد كده شغلت عليها شوية شوية تاخد لون كده يعني ما خدتش لون اوي فشغلت عليها شوية تغدلون كده بسيط وروحت جاية انطلعوها كانت طحفة يا جماعة والله العظيم وما تقلقيش بقى تقولي بقى الدسامة والدهون والكلام ده كله كل ده سايح كل ده سايح ونزل في قلب الصينية اللي احنا كنا حطينها تحتها بالزبط يعني ما تقلقيش خالص ولا فيها دسامة ولا فيها دهون ولا فيها اي حاجة ما شاء الله الطرب بتاعنا ناشف زي الكبدة كده وطعم ولزيز وطري مش ناشف يعني ناشف ناشف لأ انا ازفهش دهون وكاين طري كده والكبدة بتاعتنا طرية وبصوا شكلها تحفة مع الخضار كده والله يا جماعة ولا اروع من كده بجد طعمها تحفة ريحة وشكل ولون بصوا ضاني ضاني ان شاء الله هتجربيها وهتعجبك جدا جدا سهلة وبسيطة وجميلة جدا جدا يا ربي الوصفة بتاعتي الكنعة عجبتكم سهلة وبسيطة وطعامها فعلا لزيز والله اتحداكي لو دقتيها وعرفتي تميزيها عن الكبدة البلدي هنا بقى الوصفات بتاعتي ووصفات العيد اللي انا عملتها على القناة هتلاقيها على قناتي مطبخهم مسلسبيل او على صفحتي على الفيسبوك على البتج بتاعي على الفيسبوك برضو باسم مطبخهم مسلسبيل اتمنى تدعموني دايما وحطولي اللايك وتكتبولي كومنت حلو عشان بسعيدني جدا وجزاكم والله كل خير على كل كلمة حلو بتقولها لي ربنا يا ربي يجعلوا في ميزان حسناتكم ويا ربي وصفاتي كلها هتكون عجباكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا